على مرتبة اسفنجية متهالكة وبملامح غطاها الحزن والألم تجلس سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 29 عاما بجوارها ثلاثة من توائمها الأربعة تروي قصتها ومثيلاتها من نساء غزة الحوامل واللا إيواجهن الموت مرارا ليس بسبب القصف فقط ولكن بسبب الألم والخوف ومتاعب الحمل في المعنى لعنيتها أنا وأنا حامل كان تقل علي الأطفال في بطني من المشي وتعبد كنت في آخر السادس مع التعب صار معي زي طلق طبيعي وبنفعشنا للطبيعي نص التامة ولدت الملاد القيصري وجبت لربع التوائم وواحد ظل في الحضانة حال أهل غزة المرابطين والناجين من القصف لا يمكن وصفه لكن حال نسائها الحوامل أشد خطورة وأكثر قلقا فألام الحمل وحدها تكفي لتحيا المرأة مع عذاب لا يحتمل إلا أن بطلات غزة يواجهن الحرب بميلاد جديد أطفال غزة حديث الولادة يستقبلون هذا العالم بحرب شريسة لا دخل لهم بها سوى كونهم أمام عدو لا يحترم إنسانية خصمه ولا سيما وإن كان غرضه الحقيقي هو إبادته ميلاد جديد وسط الموت وحياة تخلق من رحم الحرب لا يمكن تحديد مصيرها خاصة في ظل ما تعانيه الأم والطفل من نقص التغذية وضعف الإمكانيات وقسوة التقصي والحرب ترجمة نانسي قنقر